اشتركوا في القناة ورحب بكم أجمل ترحيب في مستهل اللقاء التعليمي الثالث وأتمنى لكم كل التوفير وبمشيئة الله تبارك وتعالى نستكمل موضوعات محاضراتنا والتي بدأناها بمقدمة عن القانون البحري ثم في المحاضر أو في اللقاء التعليم الثاني ركزنا على أداة الملاحة البحرية أي السفينة وما يرتبط بها واليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن أشخاص الملاحة البحرية إذن نتوقع منكم أعزائي الطلبة والطالبات في نهاية هذا اللقاء التعليمي أن تكونوا قادرين على ما يريد تحديد المقصود بالمعلك السفينة ومسؤوليته مع عرفة ربان السفينة وكيفية تعينه وعزله وضغطه القانونية وبالتالي فبلقاءنا اليوم إن شاء الله تعالى سوف نتركز على أشخاص بسلام الله حل بحرية وحل الجدود لأنهم قسمون الذين سيكونون على الرهر السفينة يرتبط متفاضلاتنا لغم إذن ستركز على الأشخاص السفينة أو أشخاص الملاحة البحرية وهؤلاء الأشخاص ينقسمون إلى قسمين طاقم السفينة برئاسة ربان السفينة والملاحين والبحارة والعمال الآخرين وأشخاص الملاحة البحرية الذين سيكون عملهم في الميناء طيب إذن من المهم أن نميز أيضا ما بين مالك السفينة ومجهز السفينة باعتبار أن هذه السفينة قد تملكها شركة أو حتى شخصا ما وهذا المالك قد يستغل لها بشكل مباشر وقد يقوم بتأجيرها للغير من خلال شخص سمى مجهز السفينة بالنسبة لمالك السفينة إذن هو الذي وصلت إليه ملكية السفينة بطريقة قانونية وأهم الأسباب التي يكسبها هذا المالك فعناولناها في المحاضرة الماضية وسآتي على ذكرها بشكل مجمل من باب الفائدة حتى نستطيع أن نربط الموضوعات ببعضها البعض فهناك الطريقة الأولى لاكتساب ملكية السفينة بالشراء وقد يكون اكتساب ملكية السفينة بالبناء ورأينا أن لكلاهما خصائص تختلف عن الأخرى وهذه الطرق تؤدي إلى الصور التي نتداولها فيما يتعلق بملكية السفينة فهناك ملكية على سبيل الملكية الفردية أي أن تكون مملوكة لشخص واحد أو شركة واحدة وهناك أيضا الملكية التي تكون لأكثر من شخص لأكثر من شخص على هذه السفينة وهذا ما نعرفها على سبيل الشيوع فالملكية على سبيل الشيوع هي ملكية مشتركة من مجموعة من الأشخاص أو مجموعة من الشركات لكن كل واحد منهم يقوم باستقلال هذه السفينة من خلال المجموعة وليس بشكل فردي فيملك حصة شائعة وليس على سبيل التخصيص كما تناولنا أيضا الحقوق العينية التبعية التي ترد على السفينة وأهمها حق الامتياز البحري باعتبار أن من له حق رهن على هذه السفينة يتقدم غيره من أصحاب الديون باعتبار أن دينه ممتاز وتعرفنا على الرهن البحري بخصائصه المختلفة ميزنا ما بين الرهن البحري والرهن البري والإجراءات التي تبدأ دائما من الحجز التحفظي الذي قد يصل إلى الحجز التنفيذي الذي ينتهي ببيع السفينة إذن هذه المقدمة لكي نصل إلى كيفية اكتساب ملكية السفينة وعندما نتحدث عن مالك السفينة فإننا نتحدث على مالك على سبيل الملكية الفردية أو مالك يتخذ من ملكية السفينة من خلال ملكية الشائعة فهو يملكها على الشيوية مع مجموعة آخرين بالطبع وبالتالي كل نوع من أنواع الملكية سوف يتبعه نظام خاص باستغلال هذه السفينة أو بالتعامل معها بطريقة أو بأخرى طيب إذن مالك السفينة هو من وصلت إليه السفينة بطريق مشروع وهذا هو الذي سيقوم باستغلالها تأجيرها للغير أو باستغلالها بشكل مباشر ولذلك يمكن أن يكون مالك السفينة هو مجهز السفينة ويمكن أن يكون مالك السفينة شخص ومجهز السفينة شخص آخر فعندما يكون مالك السفينة هو ذاته فالبحث في موضوع المسؤوليات في هذه الحالة أمر بسيط وميسر لأن مالك السفينة هو ذلك الشخص الذي يملكها ويقوم بتجهيزها في ذات اللحظة في ذات الوقت فمسؤوليته مسؤولية واضحة من خلال المسؤولية عن هذه السفينة وما يرتبط بها من ارتباط مباشر أما إذا كان مجهز السفينة شخص آخر خير مالك السفينة فإذا هنا صورة أصبحت مختلفة وبالتالي لالتزامات كل منهما ستكون متباينة عن الالتزامات الآخر وما تواجبت تخطيف عن ما سيكون من الالتزام والأصل أن مالك السفينة هو مجهزها ما لم يقم الدليل الذي يجب أنه ليس المجهز وإنما شخص آخر سنعود لموضوعنا وهي مسؤولية مالك السفينة ما هي مسؤولية مالك السفينة؟ مجهزها وقد يكون دوره فقط تأجير هذه السفينة أهم المسؤولية التي تقع على مالك السفينة باعتباره صاحب التصرف في هذه السفينة هي مالي نميز دائما ما بين التصرفات والأخطاء الناتجة عن هذه التصرفات بشكل شخصي وما بين مسؤولية عن تلك التصرفات التي تأتي من خلال العمال والمستخدمين إذن في الحالة الأولى هو مسؤول مسؤولية مباشرة عن كل تصرفاته وأخطائه الشخصية وبالتالي يتحمل أي ضرر يقع بالغير نتيجة لهذه التصرفات وهذه الأخطاء وإذن هو الآن سوف يكون مسؤولاً أمام كل من يطالب بتعويضه إن كان هناك ضرر أو إن كان هناك مشكلة حدثت في هذا الشأن أما بالنسبة لمسؤوليته عن المستخدمين وهم الأشخاص الذين فقاعدة المسؤولية عن التابع وعن الأشخاص الذين يعمل تحت إدارة ومضلة مسؤولية المالك السفينة هي وفقاً لقاعدة مسؤولية التابع عن أخطاء متبوعية وهذه تنظمها القواعد العامة في القانون المدني وتتوفر لدينا أيضاً قواعد في القانون البحري تنظم هذه الأخطاء فمالك السفينة أو مجهزها مسؤول عن الأخطاء التي تقع من ربان السفينة من الملاحين من البحارة ومن غيرهم وفقاً للمادة 295 من القانون البحري اليمني يسأل مجهز السفينة وحده عن الأضرار التي تلحق بالغير بسبب الأخطاء التي تقع من المرشد بمناسبة قيامه بعملية الإرشاد إذا كان الآن نتحدث عن مجهز السفينة طب إذا كان المالك هو ذاته المجهز فهو المسؤول مباشرة إذا كان المالك شخص آخر غير المجهز فإن المالك يسأل عن أخطاء الشخصية فقط ولا يسأل عن أخطاء التابعين في هذه السفينة إذن في حال تأجير السفينة للغير ما هي مسؤولية مالك السفينة حددتها المادة ميوه داعش في فقرتها الأولى بأنه تسري أحكام تحديد المسؤولية على مجهز السفينة غير المالك والمستأجر والمجهز المدير والربان والبحارة كما تسري على التابعين الآخرين للمالك أو المجهز أو المستأجر أو المجهز المدير وذلك فيما يتعلق بتأدية وظائفهم وبذات الشروط التي تسري على المالك فإذا كان المالك هو ذاته المجهز وهو ذاته المدير إذن كل المسؤولية ستكون عليه وإذا كان هناك مجهز آخر فإن مسؤولية المالك عن أخطاء الشخصية وعن أشخاص هم يتبعونه بشكل مباشر أما الأشخاص الذين لا يتبعونه بشكل مباشر فهو ليس مسؤولا عن أخطائهم وأيضا تضيف هذه المادة على أن لا تتجاوز مسؤولية المالك مسؤولية الأشخاص المذكورين عن الحادث الواحد الحدود المبينة في الفقرة واحد من المادة 105 واللي بيّنت حدود مسؤولية مالك السفينة عن الأخطاء التي تقع من التابعين أو من تابعي هذا المالك أو المجهز فإذا نحن نتعامل مع شخصية اعتبارية فإذا كان هذا الشخص هو المالك وهو نفسه المجهز وهو نفسه المدير فالمسؤولية ستلحقه في كل المراحل أما إذا كان المالك شخص آخر والمجهز شخص آخر فإذا نميز ما بين مسؤولية مالك السفينة وما بين مسؤولية مجهز السفينة إذا أردنا أن نحدد الإطار القانوني أو حدود مسؤولية مالك السفينة فإننا سنجدها في إطار أخطاء الشخصية لخلاف وإن كان هو المجهز ففي إطار أخطاء الآخرين أما إذا كان المجهز شخص آخر فإن المالك لا يسأل عن أخطاء العاملين لأن العاملون على ظهر هذه السفينة ربان وبحارين وغير ذلك سيكونوا تابعين للمجهز بشكل مباشر أو المستأجر قد يكون مجهز السفينة أو مستأجر السفينة هو المشرف المباشر على هذه الأعمال والمسؤول عن متابعة الملاحين والبحارة والربان والجميع العاملين وظائفين وذا ما أخذت بمعظم التشريعات حيث نصت على حق مالك السفينة في تحديد مسؤوليته وقد اجتمعت إرادة المجتمع البحري الدولي على وضع اتفاقية بقصد تحديد مسؤولية مالك السفينة وذلك في اجتماعهم في بروكسل 1924 وهذه تعرف باتفاقية بروكسل خاصة بتحديد مالك السفينة وتم تعديل اتفاقية بروكسل لأكثر من مرة لكن ما تزال نصوصها الأساسية هي الموجودة بشكل ظاهر تعديلات كانت محدودة في أكثر من مرحبها حيث استبدلت باتفاقية بروكسل بتاريخ 10-10-1957 ثم حلت محلها أيضاً اتفاقية لندن بتاريخ 1976-1919 والتي دخلت حيزة التنفيذ عام 1968 بعد عشر سنوات لأنه مدام في اتفاقية سابقة كان من اللازم أن يتم التدرج في تطبيق الاتفاقية الجديدة وكان هناك شرط أيضاً لنفاذ هذه الاتفاقية أن ينضم إليها عدد من الأشخاص هؤلاء الأشخاص بعد أن انضموا أصبحت قابلة للنفاذ وذلك بانضمام 12 دولة وفقاً للمعدة 17 من الاتفاقية إذن باختصار حتى نخلص إلى الفكرة الرئيسية فيما يتعلق بمسؤولية مالك السفينة نأتي إلى نص المادة 103 والتي أجازت لمالك السفينة أن يحدد مسؤوليته وذلك في إطار مجموعة من المهام أو مجموعة من المسؤوليات فيما يتعلق بالالتزامات الناشية على أحد الأسباب التالية يمكن أن يحدد مالك السفينة مسؤوليته عن وفاة أو إصابة أي شخص يوجد على شخص على ظهر هذه السفينة بقصد نقله وكذلك ضياع أو تلف ماله يوجد على ظهر السفينة لأنه هو الآن مالك السفينة قام بتأجيرها أو كلف شخصاً آخر كمجهز لهذه السفينة وكذلك أيضاً يمكن يحدد مسؤوليته يعني يحدد مسؤولة معنى أنه لن يكون مسؤولاً عن هذه المسائل عن وفاة أو إصابة أي شخص على البر أو في البحر وكذلك ضيع أو تلف أي مال أو اعتداء على أي حق إذا كانت ضرر ناشئ عن فعل أو خطأ أي شخص يكون المالك مسؤولا عنه سواء وجد هذا الشخص على ظهر السفينة أم لا يوجد وفي هذا الحال الأخير يجب أن يكون الفعل أو الخطأ متعلق بالملاحة أو بإدارة السفينة أو شحن البضائع أو تفريغها أو بصعود مسافين أو نقلهم أو نزولهم كما يجوز له أيضا أن يحدد مسؤوليته فيما يتعلق إذا كانت مسؤولية المالك في الفقر الأولى الثاني اللي هي وفاة أو إصابة أحد الأشخاص إذا كانت هذه المسؤولية يمكن أن يحدد ذلك وفقا للمسؤولية العقدية وذلك إذا كانت ناشئة عن التزام عقدي فيما يتصل بنقل الأشخاص أو البضايا طبقة كواعد تحدي المسؤولية مصوص عليها في هذا القانون ويجوز أيضا لمالك سفينة تحديد مسؤوليته فيما يتعلق بالالتزامات المذكورة بن السابق ولو كان قيام هذه المسؤولية لا يحتاج لإثبات خطأه لأنه الآن هو مالك سفينة وهناك مجهز آخر سفينة ولا يعتبر التمسك بتحديد المسؤولية إقرار بها لا يعتبر أنه أنا أصلا عندما رفعت الدعواء فيواجه المحكمة ويقول أنا حدت مسؤوليتي عن تصرفات تالي باعتبار مالك ولسك مجهز أو مؤجع أو مستعجر فلا يعتبر أنه رد بهذا الرد أنه مقر للأخطاء التي تمت لكن المادة 105 من القانون البحري نصت على مسؤولية مالك السفينة بالآتي حيث نصت الفقر الأولى على أنه يكون تحديد مسؤولية مالك السفينة فإذا زادت الحمولة الكلية على هذا المقدار يضاف إلى هذا الحد مبلغ 1400 ريال لكل طن زائد إذن يستطيع أن يتمسك بتحديد المسؤولية يعني التعويض بمبلغ مقطوع هذا هو القصد بهذا الإطار كما أنه أيضا يجوز له أن يتمسك بتحديد مسؤوليته فيما يتعلق بالنسبة للدعاوة الناشئة عن الوفاء أو الإصابة أو تلاف البضايا أو غير ذلك البكر ما في المادة 103 بمبلغ مليون واحد ومائتي ألف ريال إذا كانت الحمولة الكلية سفينة جاوز 500 طن فإذا زادت الحمولة عن هذا المقدار يضاف إلى حد المسؤولية مبلغ 600 ريال لكل طن زائد ويقع باطلا كل اتفاق قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الدين لكن هذا الاتفاق يقضي بعفائه من المسؤولية أو بآدم مساعدة عن ذلك تحسب الحمولة الكلية للسفينة وفق القوانين والقرارات الخاصة بذلك لكن الديون التي لا يشملها تحديد المسؤولية في المادة 103 التي هي الوفاء والإصابة للأشخاص على ضرر السفينة أو في البر أو تلاف البضايا على ضرر السفينة أو في البر هذه الديون لا يجوز لمالك السفينة تحديد مسؤوليته إذا كان ناشئا عن واحد من الأسباب التالية له تعويم السفينة الغارقة أو الجائحة أو الجانحة أو المهجورة ورفع حطامها ورفع شحنتها أو الأشياء الموجودة عليها أو في حال إنقاذ السفينة هذه كلها لا يجوز له تحديد المسؤولية فيها أو الإسهام في الخسائر المشتركة التي يتشارك فيها مع الغير وكذلك أيضا ما يتعلق بحقوق الربان والبحار لحقوق نهاية الخدمة أو حقوق الخدمة نفسها إما كمرتبات وأجور ما تزال متبقية عليه أو حقوق ناتجة عن هذه الخدمة أو تعويضات متعلقة بهذه الخدمة لأنه لا يجوز أن يتنصر عنها باعتبار أنه في حادث حدث أو أنه قد حدث مسؤوليته عن حالة معينة لأنه لم يقوم بدفع هذه الأجور أو الحقوق وكذلك أيضا فيما يتعلق بالأضرار النووية باعتبار أن النشاط النووي نشاط ضرب بالإنسان وبالبيئة وبالمجتمع وبالكون وبالتالي فمن يدخل في تعامل مع هذه الأنشطة دون الترتيب المناسب لها والموافقات اللازمة فإنه سوف يتعبر للمسؤولية ولن يستطيع تحديد مسؤوليته عن ذلك وكذلك الضرر الناشئ عن تلوث أيضا بالنفط وغيره من المواد الأخرى الكيميائية يقصد بها والأضرار التي تحديثها السفينة في منشات الميناء والأحواض أو المرات المائية أو المساعدات الملائمية إذن مسؤولية مالك السفينة أو مجهز السفينة وفق الأخطاء الشخص وفق الأخطاء تابعي وهذه الأخطاء هناك نظام لتحديد هذه المسؤولية تعويضه لهؤلاء الأشخاص بحدود الأشياء لا يجوز أن يقوم مالك السفينة أو مجهز السفينة بتحديد مسؤوليته عنها أي لا يجوز أن يتنصر عنها أو يتهرب منها طيب إذا الآن انتهينا من فكرة مالك السفينة ومجهز السفينة إذا في أي سؤال ممكن قبل أن ننتقل إلى فكرة ربان السفينة والعاملون تحت إدارة الربان طيب بالنسبة لربان السفينة ربان السفينة الآن له وضع قانوني متميز بمعنى أنه يعتبر هو المدير العام على ظهر السفينة ويتمتع بصلاحيات إدارية وفنية ومالية وقانونية وقضائية ربان السفينة لماذا؟ لأن السفينة وهي تبحر في عرض البحر وهي تقطع البحار والمحيطات هذه السفينة عبارة عن قطعة أرض متنقلة لها علم الدولة التي سجلت فيها لها جنسية تتبع جنسية الدولة التي عليها وبالتالي فإن أي نزاع أو أي خصام أو أي مشكلة قد تحدث على ظهر هذه السفينة فالواجب أن يطبق قانون جنسيتها وقانون علمها لكن نحن الآن في هذا المكان المنفصل عن هذه الدولة في عرض البحر أو المحيط كيف يمكن أن يطبق؟ لا يوجد لديا لا قاضي لا محكمة لا وزير لا محافظ لا مدير الشرطة ولا مدير أمن ولا غيرهم كلهم غير موجودين أصلاً ولكن يجب أيضاً أن ينفذ القانون فالقانون حجصاً منه على أن يتم تنفيذ القوانين فإن يتم حل الإشكالات التي تظهر على هذه السفينة أعطى مجموعة من الصلاحيات للربان فأصبح الربان هو صاحب هذه الصلاحية وبالطبع الربان هو المسؤول الأول عن هذه السفينة الآن تجاوزنا موضوع المالك والمجهز المالك والمجهز هؤلاء دورهم في إطلاق الرحلة البحرية أما بعد أن انطلقت الرحلة البحرية فأصبح لها قائد وربان وذلك دائماً نقول ربان السفينة أي الشخص الذي دائماً يعتمد عليه في هذه العمل يسمى بأسماء مختلفة يسمى القبطان يسمى الربان يسمى بأكثر من تسمية لكن لعله موضوع الربان يعنيه الأكثر شيوعاً والفكرة جاءت من السفن العسكرية خاصة أثناء الحروب العالمية والحروب ما بين الدول الاستعمارية والتي كانت أصلاً هذه الرتبة تعطى للشخص إذا كان عسكرياً باعتباره يخود سفينة عسكرية أو حتى عندما يكون هناك الحاجة لنقل السفن التجارية كان يكلف قائد عسكري من أجل حماية هذه السفينة وإيصالها إلى هدفها بشكل سليم وبالتالي هذه ثروة وأموال وتجارة تحتاج إلى حماية وهذه الحماية تكون من خلال العسكر وعلى رأسهم ربان أو قطان معين لكن يشترط فيه أن يكون لديه خبرة بالملاحة البحرية يعني ليس أي شخص يملك رتبة أسكرية ممكن أن يعين ربان للسفينة فيجب أن يكون قد عمل في مجال إدارة السفن والعمل في البحر والملاحة البحرية وغير ذلك حتى يعطى هذه الصفة وهذه الربان الآن أصبح موضوع ربان لكل السفن لغض النظر سفينة البحرية تجارية أربية أسكرية مهما كانت هذه السفينة يجب أن يكون لها ربان وهذا لحسن الإدارة كما رأينا حتى يكون هناك مرجعية واحدة في السفينة لا يكون هناك تذبذب بين الأشخاص أو بين الأراء بالنسبة لمركز القانون للربان كما رأيناه هو مركز قانوني متميز فهو يملك صلاحيات إدارية وفنية ومالية وقضائية وقانونية أعطاها لها القانون يعني على سبيل المثال لو أن هناك ضمن الرحلة البحرية كانت يمكن إحدى العاملات أو إحدى المسافرات وهي في أشهر الحملة الأخيرة ثم وضعت حملها الآن نحتاج إلى شهادة ميلاد إلى من يسجل هذا المولود ويثبت وثيقة معينة بأنه هذا الشخص ولد في عرض البحر من أبوين الأب فلان والأم فلانا هذه القضية يقوم بها عادة مكتب أو إدارة أو شخص مختص في القضاء المدني أو في الأحوال الشخصية المدنية أو غيرها أما بالنسبة للسفينة فإن الربان هو الذي سيقوم بهذا الدور في ما يتعلق بهذا الأمر طيب كيف يتم تعيين الربان؟ تعيين الربان سيتم من قبل مالك السفينة أو مجهن السفينة أو مستأجر السفينة الذي سيقوم بتجهيزها فهذا هو الشخص المعني بتعيين الربان لا شك أن هناك مواصفات معينة يجب أن يتتوفر في الربان حتى يتم اختياره وكذلك أيضا مجموعة من المؤهلات أيضا المتخصصة في مجال العمل بالملاحة البحرية وفق المادة من قبل 13 من قول البحري يعين الربان من قبل مجهن السفينة وله الحق في أزله وهذه قاعدة عامة من يملك التعيين يملك الأزل ما دام الربان هو الذي عين فهو أيضا يستطيع أن يعزل هذا الشخص الذي قام بتعيينه وأهم الشروط التي ذكرناها أن يكون هناك فرصة أن يقوم بهذا العمل وأن يقوم بدراية في إدارة السفن في الاتجاهات البحرية في قيادة السفينة في إنقاذ السفينة وغير ذلك وبالتالي ستكون أعماله ومهامه جسيمة خلال رحلة البحرية إذا أردنا أن نتحدث عن واجبات ربان السفينة فهي واجبات متنوعة ومتعددة وكثيرة واجبات ولذلك نقسم دائما إلى أقسام فنقول واجبات الربان وصلاحياته العامة وأما الواجبات الخاصة فسنذكرها باعتبارها واجبات دارية أو فنية أو غير ذلك فبالنسبة لواجباته بشكل عام نصف المادة 114 من القانون البحري على أن للربان وحده قيادة السفينة وإدارة الرحلة البحرية ويقوم الضابط الذي يليه مباشرة في الدرجة مقامه في حال غيابه إذا كان هناك من يعمل معه من الضباط أما السلطة المنحة الربان كرئيس السفينة تعطيه الحق في التأديد في المقالفات التي تحدث على ظهر هذه السفينة إذا افترضنا النزاع أو الشجار أو غير ذلك وبالتالي فمسؤوليته وحده أن يقوم بذلك وتكون له أيضاً أي تكون للشخص وتكون له على الأشخاص الموجودين على السفينة السلطات يكتضيها حفظ النظام وهو يستطيع أن يؤدب ويستطيع أن يمنع ويستطيع أن يقوم بطاء الأوامر والتوجهات وعلى الجميع أن يلتزم بأوامره لأنه نلاحظ أنه في حال نزاعات سيكون هناك خلافات ومشاكل فمن هو المرجع في حل هذه النزاعات على الربان أيضاً أن يقوم في حال أحوال الضرورة بكل عمل عاجل تقتضيه سلامة الأرواح الذي يتخذ قرارات جريئة أما أحياناً مثلاً تخلص من بعض النحو أو تخلص من بعض البضايا أو الوقوف في مكان معين أو الاتجاه إلى طريق فرعي فرعي ذلك وهذه كلها تحتاج إلى موفقات مسبقة يجب الحصول عليها قبل الرحلة البحرية لأن لا نعرف ما الذي سيحصل لنا من أصراحيات الناجئة لأيك السفينة كما أن الربان أيضاً يكون مسؤولاً عن أخطائه الشخصية ولو كانت أخطاء يسيرة فهو المنوط به تطبيق النظام والقانون والتطبيق العدل داخل هذه السفينة وإذا حدثت أحداث أو أفعال فهو يقوم بتطبيق القانون وله سلطة الضبط القضائي كما أن له سلطة أيضاً القانون فيما يتعلق بالمهام الشخصية الأحوال الشخصية كما رأينا على سبيل المثال حال الإنجاب أو حال الزواج أو حال الطلاق أو غير ذلك والمعني بهذا الأمر أيضاً توثيق الوكالة غير ذلك كلها يقوم بها السلطان أما بالنسبة للواجبات الخاصة فهذه واجبات عامة باعتباره قائد السفينة ربان السفينة وهو الشخص الأول في هذه السفينة أما بالنسبة للواجبات الخاصة فنصنفها إلى أصناق فنقول هناك مهام فنية ومهام إدارية ومهام قانونية أو تجارية طيب بالنسبة للمهام الفنية هي المهام متعلقة بذات القيادة قيادة السفينة نفسها يعني التأكد من أن هذه السفينة يقودها الشخص نفسه وأنها تقاد بطريقة صحيحة وهذه مهمة أساسياً للربان فهو الذي يوزع الأدوار على البحارة هذا يقوم مثلاً بإدارة الدفة وذلك يقوم بموضوع متعلق أو مجموعة يقوم بموضوع مثلاً الوقود وآخرين يقومون بمسائل متعلقة بالاتجاهات وآخرين يقومون بمسائل متعلقة بالريع كل هذه يجب أن يقوم بها الربان نعم الآن في تقطع مرة أخرى نهلة اكتبي لي على الشات لا يا دكتور كشي تمام الآن الآن الحمد لله تمام والموضوعات المسترسلة متابعة معي الآن يعني في أي سؤال حتى الآن نعم الآن كل شيء واضح من شاء الله ممتاز طيب إذن بقى واجبات الربان كما ذكرنا على الواجبات الخاصة لدينا واجبات فنية تتعلق بقيادة السفينة توزيع المهام على الطاقم تحديد الواجبات ومتابعة كل فرد من البحارة بمهمته المخصص فيها وهناك أيضا مهام وواجبات يعني لن أستطرد فيها من أجل الوقت يعني الواجبات هذه لو قرأناها هي تتشمل كل الخطوات التي تسير فيها السفينة منذ إقلاعها إلى أن ترسوا على الميناء في البلد الذي توصي إليه هناك مهام تجارية وخاصة أننا نتحدث عن السفن في الملاحة البحرية الملاحة البحرية هي ملاحة تجارية فهناك مجموعة من المهام لهذا الربان تتعلق بالرحلة وبالبضائع التي تكون على ظهر هذه السفينة حددتها المادة 122 بأن الربان يعتبر نائبا قانونيا عن المجهز ويمثله أمام القضاء لأنه ممكن تكون السفينة في دولة أخرى والمجهز في دولة أخرى وتكونها كدعوة قضائية إذن يجب أن يحضر صاحب السفينة أو مالك السفينة أو مجهز السفينة في هذه الحالة سيكون الربان هو النائب والوكيل والمفوض في الحضور مدام النزاع متعلق بالسفينة أو بالرحلة البحرية أو بالتجارة أو بالأشخاص الذين تم نقلهم بحرا ولا تثبت للربان صفة النائب القانوني إلا في المكان الذي لا يوجد فيه مجهز لكن بمجرد وجود المجهز تزول هذه الصفة صفة النيابة عنه لأن الأصيل موجود ولا حاجة للبديل في حال وجود الأصيل أيضاً نيابة أو الأفعال التي نوبع عن المجهز فيها كل الأفعال متعلقة بالسفينة وبرحلتها يعني إلا افترض أنها السفينة تعرضت لعطب وخلل في البحر إذن علي أن يبادر مباشرة بإصلاح هذا الخلل لا نحتاج إلى انتظار حتى يأتي المجهز ويتأكد من هذا الخلل وغير ذلك فالربان الأصل أنه محل ثقة واعتماد وجد أن هذه العملية أو هذا الفعل يجب أن يكون موجوداً لمصلحة السفينة للمحافظة عليها لمصلحة الأشخاص الذين يسافرون عليها وبالتالي هذه كلها ستكون مبيدة له كما نرى اللي هي النيابة القانونية وكل ما يرتبط بها من أعمال تسيير الرحلة أو المحافظة على السفينة أو الوصول بالسفينة إلى برغ الأمان بالطرق والوسائل المدنية السلمية غير الحربية طيب لو انتقلنا الآن إلى موضوع آخر وهو البحارة فإذن البحارة هم الثالث الذين ندرسه إذا اعتبرنا المالك والمجهز فئة مصطفق الله ربان السفينة فئة البحارة والملاحين بنعتبرهم الفئة الثالثة لكن ليس فقط على ظهر السفينة يعمل البحار وحده فهناك أعمال غير البحارة وغير الملاحين البحارة يجب أن يتصفوا بمواصفات فنية ومهنية تتناسب مع قدرتهم على تسيير هذه السفينة وعلى الإبحار بها وعلى أسلوكها الطرق البحرية وإيصالها إلى بر الأمان ولكن لا نحن ليس فقط الموجودين وحدهم فهناك أدوار لأشخاص آخرين من أهم هذه الأدوار هي ما سيقوم به هؤلاء الأشخاص بناء على واجباتهم الأخرى الإدارية يعني ممكن يكون عندي أشخاص إداريون شخص ممكن يكون محاسب أو أمين صندوق إذن هذا لا علاقة له بأعمال البحارة شخص آخر ممكن يكون مدير مشتريات في المستشفى أو في الشركة وبالتالي هذا أيضا سيقوم بواجباتي وفق الإدارة المشتريات وآخر قد يكون للتكنولوجيا وآخر قد يكون للخدمات العامة كالطبخ أو المضافة أو غيرها وأولئي جميعهم يعتبرون من الأشخاص البحريون فإذن نحن نتحدث بسداء الآن عن البحارة قبل أن نتحدث عن بقية العمال على ظهر هذه السفينة البحارة طبعا ممكن نسنفه إلا مع صناف ممكن يكون مثلا الضباط الذين سيكون لهم دور ياد ومسؤول في هذه السفينة بالإضافة إلى المهندسون البحريون ويترأسهم كبير المهندسين وهم مسؤولون عن إدارة الكوى المحركة الميكانيكية للسفينة وإذن هؤلاء جزء من العمال أما بالنسبة للبحارة يقسمون إلى ثلاث فئات إما الملاحون الذين يعاونون الربان والضباط في تسيير السفينة والقيام على عدم نومها وعدم تخلفها وكذلك أيضا فيما يتعلق بالأشخاص الذين يساعدونهم في هذه السفينة السؤال هل يلتحق بالعمل في سلك البحارة والملاحين أي شخص ولا لازم يكون في مواصفات وشروط تحددها القانون حتى يقبل في هذه الوظيفة طيب هناك مجموعة من الشروط يجب أن تكون موجودة في الشخص في البحارة أو في الملاحين كما ذكرنا أيضا شروط خاصة بالربان وهناك شروط أيضا ببقية طاقم السفينة فيجب أن يكون حاصل على مؤهلا هذا المؤهل يسمح له بالعمل في المطار أو أي برنامج آخر وكذلك يمكن أن يكون أيضا حاصل على دورات تأهيلية وتدريبية أيضا لرفع كفاءته خلال مدة خمد خدمته في هذه السفينة بشكل عام البحارة والملاحين يجب أن يكون هناك مجموعة من الشروط العامة لكي تسير هذه السفينة سيرا صحيحا في رحلتها البحرية أولى شرط الكفاية المدنية فهذه الفكرة حتى لا يستفرد بسفينة واحدة هذه السفينة ستكون هي مصيدة لبقية السفن وستكون مضرة بشكل كبير جدا الكفاءة العددية الكفاية الفنية هي الشرط الثاني لضافة إلى شروط الترخيص التي يفترض كدراسة أو مؤهل أو خبرة عملية أو غير ذلك التي يفترض أن يأتيها الشخص ويسلمها لإدارة السفينة حتى قانون البحث الشروط والأحكام المتعلقة بتشغيلهم فاشترط امتداء في المادة 131 حصولهم على تصريح حيث نصر المواد على ولا يجز لأي بحار يمني أن يقوم بأي عمل يخالف ذلك سننتقل إلى أشخاص الملاحة البحرية أو البحارة بشكل عام والربان والرابطة التي تربطهم بمجهز سفينة وهو ما يعرف بالعقد البحري أو عقد العمل البحري عقد العمل البحري أو العقد البحري يختلف عن عقد العمل البري لأن عقد العمل البري سيكون الشخص مطلوب منه العمل تحت إشراف وتباعية رب العمل في البر ويحكم قانون العمل قانون الملاحة البحرية جعل هذه العقود اختصاصا منحصرا في هذا القانون وفي القانون التجاري ورأينا في المادة رقم 111 أعفا المادة رقم 111 من القانون التجارة اليمني حددت أن العقود المتعلقة بالربان والملاحين وسائر المستخدمين في السفينة هي عقود تجارية وليست عقود مدنية وهذا يعني يجعل النظام قانوني يختلف إذا كان عقود تجاري غير عقود مدني أيضا يجعل انطباق قواعد قانون العمل مختلفة إلى حد كبير ويستطيع الناس أن يعترفوا بها أو يتعاملوا معها بشكل راضح يؤرف عقد العمل البحري بأنه على رابط قانونية بين العامل على ظهر السفينة وبين مجهز السفينة أو مالك السفينة ولكي يكون العقد بحريا لابد أن يكون مكان العمل هو السفينة وبذلك خرج منه الأشخاص البريون الذين سيخدمون الرحلة البرية لأنه عندما تحرك السفينة أو تحرك الطائرة في الملاحة الجوية هناك طاقة يرافقها بطريقة موازية حتى نطمئن أن هذه الطائرة قد وصلت في وقتها وفي مكانها وأن هذه السفينة قد وصلت في مكانها المحدد والمخصص بشكل سليم وبشكل مواسد ويثبت عقد العمل البحري بالكتابة باعتبار أن هذه العقود يجب أن تكون مكتوبة أي سؤال حتى الآن طيب يعني ممكن نترك فرصة سريعة لإسترجاع هذه المعلومات بشكل هادئ وصامد قبل أن ننتقل لموضوعات جديدة يعني لمدة دقيقة إلى دقيقتين هذه فيها استرجاع للمعلومات التي درسناها طبعا هي موجودة في الخارطة الذهنية الموجودة أمامنا مالك السفينة وتحدثنا عنه مجهز السفينة تحدثنا عنه ربان السفينة الأشخاص البريون لم نتحدث بعد ولكن أشخاص الملاحة البحرية والبحارين والملاحين الذين عملونا في رمان هي موجودة الآن ننتقل إلى موضوع جديد وهو آثار عقد الملاحة البحرية أو آثار عقد العمل البحري أي ما سميناه باعتبار أنه عقد خاص ليست آثاره كتلك الآثار للاقيها في عقد العمل البري وما دام عقد خاص وآثاره تختلف فإذن يجب أن نسلط الضوء على آثار عقد العمل البحري عندما نتحدث عن آثار العقل نتحدث عن التزامات الأطراف المختلفة فنتحدث عن التزامات الربان أو العامل أو البحارة والتزامات المجهز ما هي التزامات كل منهم المجهز هنا هو بمثابة صاحب العمل مجهز السفينة إذن يتعاقد معه الربان يتعاقد معه الملاحين والبحارة والعمال وكافة المستخدمين وبالتالي صارت أيضا هذه العلاقة علاقة بين صاحب عمل أو من يمثله وما بين العمال أو الربان أو الطاقم أو غير ذلك وبالتالي عليهم جميعا تنفيذ بنود هذا العقد والقيام بواجباتهم ومسؤولياتهم في تحقيق المراد من هذا العقد أما بالنسبة لالتزامات البحارة أنا سوف أمر عليها سريعا حتى نستفيد من الوقت ولكن إذا كانت هناك نقطة معينة تحتاج إلى شرح وتأكيد أرجو السؤال بشكل مباشر أو من خلال الشات أول أثر من الآثر التي تترتب على البحارة أداء العمل المتفق عليه وعدم مغادرة السفينة إلا بإذن عدم مغادرة السفينة إلا بإذن أداء العمل المتفق هذا مهندس على ظهر هذه السفينة إذن دوره صيانة المحركات والآلات ومتابعة حالها والتأكد من تشغيلها بشكل سليم جدا وذلك ممكن يكون عامل متخصص ب السكرتارية مثلا والمتابعات والأوراق وغير ذلك وآخر قد يكون متخصص بالأحداث الأخرى التي تصاب بها تقية الدول وهذلك فيما يتعلق بالتأكد الأعمال المتعدية مع الغير مع الجهة أخرى وعادو الأخرى طيب الالتزام الثاني هو العمل على إنقاذ السفينة والحمولة في حال تعرض هذه السفينة الخطر أو الغرق أو غير ذلك فيجب أن يبادر كل شخص يعمل على ظهر السفينة بما استطاع وبحدود الإمكانات المتوفرة والموجودة لديه في إنقاذ هذه السفينة وأما الالتزام الثالث فهو عدم استغلال السفينة لحسابه الشخصي هي تعمل أصلا لمصلحة المجهز وهو الذي تكلف بهذه الأموال وقال بدفع الرواتب وتعاقد معها وللأشخاص إذن فالأصلا يكون هو المستفيد من هذه درجة أساسية وكذلك أيضا كل من له دور أو له مهمة معينة في هذا الجانب يستفيد منها ننتقل إلى التزامات المجهز صاحب العمل الآن أدى البحار ما عليهم من أعمال ملاحين ربعا قاموا بواجباتهم لم يغادروا السفينة إذن التزموا وساعدوا أو الالتزام يقع على المجهز نفعله أو على مكافآت مقطوعة بحسب الرحلة فيمكن أن يكون الراتب شهريا نظام الوضوء المختلف أو العمل كاملة أنا أريد أن أنطلق بها السفينة من عدن الأمر هل يحتاج إلى تنفيذ والتزام بأعمالهم أو الملاحين نعم وبالتالي إذن يستلزم ذلك أن يقوم المجهز بتزديد رواتب ومكافآتهم يمتفق عليها أولا بأول الالتزام الثاني الذي يقع على المجهز الحق في الحصول على سلفة يعني حق العاء العمال في أن يحصلوا على سلف منه وخاصة البحارة والملاحين الذين يمضون فترات طويلة في عرض البحر هؤلاء الأشخاص من حقهم أن يحصلوا على هذه السلف من حقهم يحصلوا على قروض قد يحصل على قرض اتداء مثلا لتأمين احتياجات أسرته وأولاده قبل السفر أو قد تطرأ طوارئ معينة ويستطيع أن يقوم بأخذ السلفة أو قد لا تطرأ طوارئ لأنه ممكن عملية تحول خاصة قديما لم تكن وسائل اتصال موجودة ومتوفرة فلا يستطيع أن يراسل أو أن يكتب رسالة أو أن يبعثها مبلغا أو يجسلها شيئا لأهله إلا إذا كان في الميناء أحد الموانئ التي توقفت فيها السفينة أو الميناء الأساسي للسفينة فأيذن إذا كانت هذه الحال موجودة فإن العامل أو البحارة في مثل هذه هي الحالة محتاج إلى سلف بس ويعرف أنه سيمضي في البحر فترة معينة إلا أن يستطيع أن يحول شيئا لأسرته الأولاد وبالتالي يحتاج إلى أن ينفق عليهم وهذا العامل يعني من خلال السلفة التي يحصو عليها كما يلتزم المجهز أيضا بالإقامة والغذاء يعني أكل وشرب ونوم للبحارة والملاحين أرضان السفينة وذلك حتى لا يطهر مفهوم خاطئ أنه على البحار أن يدفع تكلفة الإقامة وتكلفة الأكل والشرب هذا الالتزام ثابت على مجهز السفينة وعليه أن يقوم به وأن يدب به كما هو عليه كما تلتزم أيضا الجهات التي قد تعرض عليها خطوات معينة بتنفيذ هذه الخطوات التي تقوم بها هؤلاء الأفراد ومن ذلك التزام مجهز السفينة بمعالجة ومداوات البحارة لأن البحار أو البحارة قد يتعرضوا لأخطار قد يتعرضوا لأمراض حوادث ما إلى ذلك طيب إذن من حق هؤلاء الطلاب أو الطالبات أن يقوموا بالتأكد من سير هذه الأمور بالشكل المناسب من التزامات المجهز أيضا تجاه البحارة الالتزام بعادة البحار إلى موطنه يعني وتأقد معها مثلا في ميناء الخديدة أو ميناء عدن وسافرت الرحلة طيب لنقول أن المجهز انتهى دوره وانتهت الرحلة البحرية بالوصول إلى مكان معين إذن تكلفت العودة الأصل أنها تكون على هذا المجهز لأنه وضع الطبيعي أن السفينة تذهب ثم تعود فإذا ذهبت وانتهت رحلتها قبل أن تعود فهذا يعني أن السفينة لم تكن من الرحلة البحرية المطلوبة منها بالشكل الكامل فأو قد ينتهي العقد على سبيل المثال ينتهي العقد من الرحلة مع مجهز السفينة في أثناء الرحلة وهو في ميناء آخر ممكن أثناء هم موجودين في ميناء الإسكندرية اختلفوا وردوا أن ينفصل عن العقد في هذه الحالة إذا توافقوا على ذلك فإن من حقوق هذا العامل على صاحبه أن يساعدوا في تسديد التكلفة المطلوبة منه ضمن هذه الالتزامات أيضا نتحدث عن مسألة مختلفة وهي ما يتعلق بعدم جواز الفصل من العمل أو الفصل غير المشروع يعني الاستغناء عن الخدمة وهذا في حال أن البحار قصر في أداء أعماله أو واجباته المنوطة به على المجهز أن يتدرج في العقوبة دائما تبدأ العقوبة بتنبيه ثم يمكن بعد ذلك أن ننتقل الإنذار الأول وبعد الإنذار الثاني ثم الإنذار النهائي وقد نرجع بالانتزامات المطلوبة منه كيف ينقضي عقد العمل البحري ينقضي عقد العمل البحري بمجموعة من الأسباب وهذه الأسباب على النحو التالي طيب نكمل نكمل الموضوع الذي بدأنا فيه وما يتعلق بانقضاء عقد العمل البحري ينقضي بمجموعة من الأسباب نعم تفضلي قبل ننتقل الخطوة الثانية من من التزامات المجهز أو صاحب العمل الالتزامات اللي أنت ذكرتها ومن ضمنها العلاج طيب هل فيه تأمين للحياة يعني بما أنه الإبحار فيه خطر على البحارين ولقد الله ممكن يسير فيه حوادث أو ورق أو شيء زي كده هل فيه تعويض لأهالي البحارين أو ما فيه تعويض أو هل لازم يذكر العقد نعم الأنظمة الحديثة الآن توجب على مجهز السفينة أن يؤمن على السفينة والبحار العاملون عليها والأشياء والأمتعى والبضاع التي تحمل أيضا عليها يعني سواء كانت هذه السفينة مخصة لنقل الركاب أو كانت السفينة هذه مخصة لنقل البضاع فالأصل التأمين على السفينة بكافة محتوياتها طبعا نظام التأمين ممكن يكون نظام مجزع يعني بهاية أنه يؤمن على شيء ويترك شيء آخر لكن الآن الأنظمة الحديثة لا تمنح السفينة موافقة لرحيات بحرية إلا بعد التأكد من توفر هذه العقود التأمين تأمين على السفينة تأمين على البحارة تأمين على البضائع التي وجدت على هذه السفينة وغض النظر من المسؤول عن التأمين أنا هل سأله تأمين البضاعة على الباع الناقل أم على المشتري المستفيد أم على الناقل نفسه من خلال أجرة النقل مع التأمين أو غير ذلك يعني وغض النظر أما ما يتعلق بموضوع التأمين على الحياة أو في حال الوفاة على سبيل المثال وعلي طبعا في الرحالات البحرية أمر وعلي جدا لأن البحار يدخل في رحلة الأخطار فالبحر مليء بالمخاطر وربما يعني الآن أصبحت هناك وسائل إنقاذ أفضل مما سبق قديما كان البحار يدخلون البحر وينقطع الاتصال بهم تماما لا يوجد أي نوع من أنواع الاتصال وفي وسائل يمكن التواصل وطلب الإنقاذ ورغم ذلك ما تزال هذه محفوفة بالمخاطر إذن بنرجى إلى عقد العمل نفسه مع البحار فيما يتعلق ب رأينا فيما يتعلق بمسؤولية مجهز السفينة أن هناك تعويضا عن هذا الشخص أو على لهذا الشخص ومجهز السفينة ممكن يحدد مسؤولية التعويض كانت 500 طن فأكثر أو فأقل 2 مليون وشاء وهذه المبالغ مقبوعة تؤدى لأسرة هذا الشخص للحالة طيب السؤال هل هذه المبالغ يحصل عليها الربان أو البحارة حتى لو كانت وفاة طبيعية ليس للبحر دخل فيها أو دور فيها إذا كان هناك تعويض عن الوفاة في عقد العمل أو تأمين على الحياة فهنا قد خرجت مسؤولية المجهز إن لم يكن فعليه الإلزام أن يقوم بتأدية هذا المبالغ لهم لأن الإنسان فقط أغلى ما يمكن وأسرته يعني التي تنتظر هذا الأمر على الأقل تجد أنه هذا الطاوية مع الملاحظة أن هذه المبالغ التي نذكرها مليونين أو مليون الآن أصبحت مبالغ زهيدة يعني عندما صدر القانون قبل حوالي ثلاثين سنة أو ما يقرب منها يعني في بداية التسعينات وهذا القانون موجود نتحدث الآن عن انخفاض في قيمة الأملة ارتفاع في الأسعار وما إلى ذلك وبالتالي المليون اللي كان في وقتها مناسب أو ثنين مليون أو يعني مكبول الأقل ما في حاجة مناسبة لحياة الإنسان بالطبع لأنها الإنسان هي أغلى شيء في الوقوف في الوجود هذا المبلغ الآن أصبح مبلغا زهيدا لأنه يمكن عمليا لا يساوي إلا ربما ربع أو أقل أو عشر ربما من المبلغ الذي كان مفروض في وقتها وهذا ما يستلزم إعادة النظر في هذه التشريعات يجب أن تعاد النظر في هذه التعويضات حتى تكون تعويضات معقولة تتناسب مع الفودان وإلا لا معنى أنه يعني يتوفى شخصه في الأخير تعوض أسطه بمليون أو بثنين مليون يعني ما هي ثنين مليون لا شيء هذا فقدهم لمعيلهم طيب شكرا لسؤالك نهلة وننتقل إلى ما تبقى من عقد العمل البحري إذا أبرم عقد العمل البحري لمدة محددة وهذا واحد من وسائل والسبل إنهاء العقد تحديد المدة إذا كان هذا العمل مرتبطا برحلة محددة أو رحلات مقددة وانتهت هذه الرحلة أو الرحلات ينتهي عقد العمل البحري إذا توفي البحار لا ينتقل هذا العقد إلى أبنائه لأنه هذا عقد شخصي تم اختياره هو بالذات وبالتالي أيضا ينتهي هذا العقد مع الأحكام متعلقة بتأمين أو تعويضات أو غيرها إذا صدر حكم بإلغاء العقد في نزاع ما بين البحار وما بين المجهز وصدر حكم بإلغاء هذا العقد ففي هذه الحالة أيضا ينتهي عقد العمل البحري لأن الأسباب الأولى أسباب قد تكون إرادية رقم واحد اثنين لأنهم يمكن يتفقوا على مدة أو لا يتفقوا يمددوها يقصروها يتفقوا على رحلة أو أكثر من رحلة السبب السبب لا إرادية لأنه يرتبط بالوفاة والوفاة لا يملك أحد أن يتقدم أو يتأخر إلا بأجل أما السبب الرابع فهو متعلق بالسبب القضائي وهو إلغاء هذا العقد بحكم من المحكمة والسبب الخامس سبب يتعلق أيضا بالقوة القاهرة فعلى سبيل المثال غرقت السفينة ونجا هذا البحار غرق السفينة الأداة الأساسية للعمل مباشرة يستتبع زوال هذه العقود وانقضاء هذه العقود وانتهاية لأنه لا توجد أداة صالحة للعمل على ظهرها طبعا هذه الفكرة الرئيسية فيما يتعلق بأشخاص الملاحة البحرية وهم الأفكار فيها كما نرى هي مالك السفينة ومجهز السفينة الفصل فيما بينهما من أحكام والفزامات وتعريف كل واحد منهم على حدة قد يكون المالكو نفس المجهز وقد يكون مجهز شخص آخر حسب الاتفاق ربان السفينة هو المركز القانوني الذي يتعلق بربان السفينة والبحارة والملاحين وعقد العمل البحري حتى تكتمل الصورة معنا يجب أن ننتقل إلى الأشخاص البريون في الرحلة البحرية الأشخاص البريون في الرحلة البحرية لكن قبل ذلك هل لديك سؤال أو أي استفسار شكرا نوصلت من الإجابة قبل أن أكتب السؤال على الشات فأنا سألت هل يوجد سؤال وكانت الإجابة واضحة شكرا جزيلا طيب يعني القانون البحري في مقررنا في كتابنا حاولنا أنه بأهم الأحكام تركنا مجموعة من المسائل لتتشابه مع القانون الجوي في القسم الثاني متعلق بالملاحة الجوية ولذلك يعني فيما يتعلق بموضوعاتنا الرئيسية كملاحة وسفينة وعاملين على السفينة هي جوهر العمل أو جوهر الأحكام التي نظمها القانون البحري ومن الضرورة بمكان أن نستكمل دراسة هؤلاء الأشخاص فمثلما درسنا الأشخاص البحريون للرحلة هناك أشخاص على البر يقومون بخدمة هذه الرحلة يعني لن تنجح هذه الرحلة إلا بتوفر هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بدور أساسي محوري في الرحلة البحرية وطبعا لا نقصد بهم الموظفين الذين يعملون في الموانئ أو في خفر السواحل أو في الشرطة البحرية أو القوات البحرية أو غيرها لا هؤلاء لا شكل لهم دور كبير جدا بشكل عام في كل الرحلات البحرية لكننا نضع تركيزا محددا على رحلة واحدة هذه الرحلة يملكها شخص أشخاص شركة تقوم بأداء رحلة معينة من مكان إلى آخر هذه الرحلة لكي تنجح محتاجة الطاقم البحر اللي على ظهر السفينة ومحتاجة أشخاص يقومون بدور معين على الأرض عند وصول السفينة لأنها محملة بأشخاص محملة ببضايع تحدث دائما يعني عن رحلات البحرية رحلات البضايع إذن أنا محتاج إلى شخص على البر يقوم بإجراءات في الميناء ومتابعات لدى الجهات والسلطات المختصة ومحتاج أيضا أشخاص على البر أيضا يقومون بإجراءات تتعلق بالبضايع واستلامها وتخزينها ومتابعتها وما إلى ذلك وهذا الأمر يجعلنا نتعرض لأشخاص البريون أشخاص البريون المقصود بأن هنا الأشخاص الذين يعملون على البر لخدمة الرحلة البحرية والله كل الأشخاص هم بريون أصلا لأنهم كلهم إن البر ينطلقون الأشخاص البحريون هم الأشخاص الذين يعملون على ظهر السفينة يقوموا بأدوار محددة على ظهر هذه السفينة وجودهم مهم جداً لرحلة هذه السفينة اتفقنا الأشخاص البريون هم الأشخاص الذين يكون وجودهم لا على البحر يعني ليس في البحر وهم ليسوا موجودين على ظهر السفينة وإنما سيأتي دارهم من خلال الجهد والعمل الذي سينصب بعد ذلك فيما يتعلق بهذه الشخصيات طيب من هم الأشخاص البريون إذن أول ما يتبادر إلى الذهن من الأشخاص الذين لهم علاقة مباشرة بهذه الرحلة البحرية هم أشير في هذه السفينة ولذلك اصطلح القانون على تسمية شخص يسمى وكيل السفينة السفينة ليس كأن يستطيع التوكيل وهو لا يحتاج إلى توكيل لا يحتاج إلى أن يكون لها وكيل ما هو التعريف الوكيل ما هي مهامه نتناولها الآن إذن هو شخص يشترك في الاستغلال البحري ولكن دوره على البحر في الموانئ التي ترسوا عليها هذه السفينة دائما ما يعمل هؤلاء الأشخاص لمصلحة المجهز لأنه أنا مجهز بهم أن السفينة توصل بأمان ثم يجري لها المراجعات ويتأكد أيضا من الإجراءات والخطوات التي تتعلق بهذه السفينة أفرد القانون البحري اليمني الفصل الرابع من الباب الثاني الأوكلاء البحريون وكيل بحري أو مقاول بحري وبدأ بالأحكام العامة التي تتعلق عليهم ثم خص كل منهم بأحكام معينة فخص وكيل السفينة بحكم وخص وخص بإضافة إلى وكيل السفينة وكيل الشحنة أيضا أحكام والمقاول البحري أحكام أخرى تفصيلين إذن ضمن القواعدة موجودة في القانون البحري الأحكام التفصيلية لهذه الوظائف البرية الثلاثة التي تتعلق بهذه السفينة فنصف المعدة 162 على أنه يسر على العقود والأعمال التي يجريها الوكلاء البحريون والمقاولون البحريون قانون الدولة التي فيها المكان الذي تتم فيه هذه العقود أو الأعمال على حالة تنازع ووفاء نعم في حال تنازع القوانين المختلفة عندما يوجد عقد مع شخص من دولة أخرى في ميناء آخر وهذا نعتبر حال التنازع في حال التنازع سنعود إلى قواعد الإسناد قواعد الإسناد الموضوعي وقواعد الإسناد القانوني التي تتحدث عن هذه المسألة عن قوايا تتعلق بهذه الرحلة البحرية وواجبات ومسؤوليات هذا الوكيل وكيل السفينة على البر في الميناء الذي سوف تصل إليه هذه السفينة أجازت المادة 163 من القانون البحري أن تقام دعوة الوكيل البحري أو المقاول البحري على الموكل أو أصحاب أو صاحب الأمل أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن الموكل أو المقاول وقد استهدف النص التيسير على الوكيل والمقاول البحري والأشخاص البريون التابعون لهذه السفينة أو أصحاب الأعمال على الوكيل أو أصحاب الأعمال أو المقاول البحريين فنصت المادة على أنه تنقضي الموكل أو صاحب الأعمال على الوكيل البحري ودى التقادم قصيرة ودى التقادم قصيرة في هذه الحالة إذن لعله في مشكلة أيضا نهلا في الإنترنت لديك فالآن عدتي فنستكمل إن شاء الله تعالى ما نزال في إطار الحديث عن الأشخاص البريون وعن وكيل السفينة بالتحديد يقصد بوكيل السفينة الشخص الذي يعينه مجهز السفينة وإذن يتبع من تبع مجهز السفينة للقيام نيابة عنه في أحد الموانئ باستلام البضايا آه نعم الآن رجع الصوت ولاحظ ذلك إذن وكيل السفينة يعين من قبل المجهز ويقوم بدوره لمصلحة المجهز الذي هو سيقوم مسؤولا عنه وكيل السفينة آه يقوم باستلام البضايا التي ترسل على ظهر هذه السفينة في الميناء الذي ترسو فيه السفينة يقوم بدور في المحافظة عليها وتحمينها وتخزينها وترتيبها حتى يحضر شخص ينوب عن صاحب البضاعة في استلامها لأنه مش معقول نفرغ بربان أنه ينزل إلى الميناء يترك السفينة ويظل منتظر أصحاب البضايا حتى يستلموا وخاصة السفن الكبيرة السفن النقل البحري التي تنقل بضايع متنوعة ولأشخاص متعبدين يعني الرحلة البحرية في السفينة أحيانا تنقل لمجموعة أشخاص وليس لشخص واحد فإذن لن يكون من المنطق أن يظل ربان السفينة على ظهر السفينة منتظر أو في الميناء لأن السفينة عندما تدخل إلى الميناء وترسو في رصيف الميناء سيبدأ تزوم هناك رسوم كل تأخير وانتظار لاستلام البضايا كلها زيادة في التكلفة على هذه السفينة كما أنها أيضا سوف تعرق الحركة الميناء باعتبار أن هناك سفن ستأتي وهذه السفن أيضا لها الحق في أن تدخل إلى الميناء وأنرسو فيه فلها وقت محدد تدخل إلى الميناء تضع هذه البضائع قم بتفريقها ثم إذا أرادت أن تستقر في المنطقة نفسها سوف تخرج إلى منطقة جانبية في الميناء ويسمح للبحارة خلال هذه الفترة البقاء في هذا الميناء يعني الموقف للسفينة إذا كان مباشرة على رصيف تكاليفه مرتفعة إذا كان هناك انتظار ستكون في مكان أبعد قليلا من الرصيف وهذا المكان يعني ستكون له تكاليف ولكن تكاليف معقولة لأن السفينة أيضا تحتاج إلى التزود بالوقود وتحتاج إلى صيانة وتحتاج أيضا إلى توفير بعض الأشياء المستهلكة مثل الآكل الشرب الحبال المواد والمستلزمات البحرية المختلفة ولذلك نجأنا إلى وكيل السفينة وكيل السفينة إذا شخص مقيم في المنطقة نفسها في الميناء منطقة الميناء أو مدينة الميناء يأتي متى ما حضرت السفينة استلم البضاء من السفينة خزنها في مخازن معينة وانتظرها حتى أتي أشخاص ينبون عن أصحاب هذه البضاء ويستلمون هذه البضاعة منهم إذن هو يقوم بدوره هذا بوصفه وكيل عن مجهز السفينة السفينة هو متعهد بالنقل وضمن التزاماته أنه يوصل هذه البضاعة ويوصل هذه الأشياء إلى الجهة التي الغاية من هذه الرحلة البحرية وبالتالي كل الأعمال ستكون لمصلحة هذا الشخص اللي هو مجهز السفينة ممكن أيضاً يقوم بأعمال متعلقة بالتفريغ البضاعة بتفزينا هذه البضاعة ممكن يقوم بأعمال تتعلق بالسفينة كالتعاقد لإصلاحها أو صيانتها وهذه يعني بحسب الاتفاق أو حسب العقد اللي يربط مع المجهز مع أنه مثل الصيانة ومثل التزود ومثل هذه ممكن ربان نفسه كافي لا نحتاج إلى شخص لأن يكون وكيلاً للسفينة في هذه المسائحة ما هي التزامات وكيل السفينة؟ يمكن تلخيص التزامات وكيل السفينة في مجموعة من النقاط يلتزم أمين السفينة أو وكيل السفينة أمين السفينة وحيان وكيل السفينة بحسب المصطلحات يعني في بعض القوانين والتشريعات تستخدم مصطلح أمين السفينة وبعضها يستخدم مصطلح وكيل السفينة فأهم التزاماته أن يتسلم البضايا من ربان السفينة وأن يحافظ عليها حتى يصل الأشخاص لنبون على المرسل إليهم أو المرسل إليهم أنفسهم ويقوم باستلام هذه الدبعة يلتزم كذلك وكيل السفينة باتخاذ جميع الإجراءات تحفظه في مواجهة تأخر أصحاب البضايا لنفترض أن هذه السفينة وصلت بتاريخ اليوم أربعة داعش ألفين وثلاثة وعشرين بقاء السفينة على ضصيف أو في المخازن في الميناء أيضا تكلفة يعني في الأخير الشاحن البحري أو السفينة والمجهن السفينة هم أصلا لجأوا إلى السفينة من أجل أن تنقل لهم هذه البضائع ودفعوا لها إجراء معينة طيب كل شيء من بعد ذلك لهم تكلفة فإذا ما تأخر استلام هذه البضائع في الميناء فربما تتجاوز التكلفة والإيجارات الأجرة التي حصلوا عليها يعني إذن السفينة الآن ما استفادت شيء بالعكس في خسرانها إذن إذا تأخر المرسل إليه أو وكيل الشحنة أو وكيل التاجر المرسل إليه في استلام هذه البضاعة فإنه يجوز الآن لأمين السفينة أو الوكيل السفينة أن يحرك دعوة قضائية هذه الدعوة القضائية لإجراءات الحجز التحفظ على هذه البضاعة بحيث أنه تخصم أجور حفظها وانتظارها وإيجارات تتعلق بالمكان من هذه البضاعة عندما يحضر أصحابها ويكون هذا الأمر طبعا بشرف المحكمة كما يلتزم أيضاً وكيل السفينة بتحصيل أجرة النقل من المرسل إليهم إلا لم يتم التزديد يعني بحسب عقد النقل ممكن يتم التزديد وإذا لم يتم التزديد أجرة النقل فيلتزم بمتابعة الأشخاص المرسل إليهم إذا كان هم المتفق عليهم أن يتم التزديد الأجرة من قبلهم فيقوم هو بتحصيل الأجرة من قبلهم بناء على العقد الذي يربط وكيل السفينة بالمجهز تقع على هذا الوكيل التزامات أخرى تمتد إلى خدمة السفينة تحتاج وقود تحتاج صيانة مهندسين عمال ما إلى ذلك فوكيل السفينة يقوم بهذه الأدوار نيابة عن هذا المجهز ما دامت السفينة واقفة لو بدأت تتحرك السفينة فإن هذه الأدوار تنتقل مباشرة إلى الربان أكباره هو المسؤول الأول والرئيسي في هذه السفينة من المهم الآن أن نتحدث عن التزامات المجهز تجاه وكيل السفينة حدثنا عن التزامات الوكيل تجاه المجهز لأنه يقوم بالعمل لمصلحته فما هي التزامات المجهز تجاه وكيل السفينة يمكن أيضا إيجازها في الآتي أنه دفع عجرته إتباره موظف أو وكيل وهذا الوكيل وكيل بأجر فنتيجة لهذا الدور يستحق أن يستلم مبلغ من المال هو أجرة هذا الشخص الذي نتحدث عنه هو وكيل السفينة كما يلتزم المجهز بأن يرد لوكيل السفينة أي نفقات أنفقها في سبيل استلام البضايا أو في سبيل سيانة السفينة أو غير ذلك لأنه قد لا تكون الأموال موفرة من قبل المجهز وهناك سيانة ضرورية أو وقود ضروري أو هناك حالة مهمة جدا لتلف البضاعة أو غير ذلك فإذن يلتزم المجهز بدفع أي تكالف أو أي نفقات لتحملها وكيل السفينة ويحق لوكيل السفينة أيضاً وفق القواعد العامة حق حبس المبالغ التي في حوزته والتي هي الحساب المجهز كأوجه في النقل ضماناً لاستفائي مستحقاته طيب يتبقى معنا مسؤولية توكيل السفينة ما هي مسؤوليته؟ ما حدودها؟ في حال تلف البضاعة هل يتحمل المسؤولية؟ هل عليها الضمان؟ هل عليها التعويض؟ في حال التقصير؟ في حال التأخير؟ في حال عدم بدل الإناية الكافية لأعمال السفينة وغير ذلك؟ المستقر رفقهاً على أن عقد وكات السفينة هو عقد وكالة عادية لأجر ولذا فإن مسؤولية وكيل السفينة ولذا فإن مسؤولية وكيل السفينة تجاه المجهز عقدية وممكن أن نقعون نعم لا يسأل وكيل السفينة أو أمين السفينة عقدياً إلا تجاه المجهز فقط وفقاً لقواعد المسؤولية العقدية لأن العقد تم بين وكيل السفينة وما بين المجهز ولكن الغير ممكن يسأله من ناحية المسؤولية التقصيرية إذا كان مكلف بعمل معين وقصر فيه تضرر الغير فيمكن أن يسأله وفقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية أما المسؤولية العقدية فهي لا تتم إلا من خلال رابط عقدية موجودة بين الطرفين اللي هو مجهز السفينة ووكيل السفينة طيب في عندنا أيضاً من المهم أن نتحدث عن وكيل الشحنة وهو على الطرف الآخر موضوع شخص آخر يعني إذن السفينة طاقمها الأشخاص اللي فيها هناك وكيل للسفينة على البر وهناك وكيل للشحنة وهذا هو الشخص المقابل لوكيل السفينة هؤلاء دورهم الآن في الميناء بعد أن تصل السفينة وكيل السفينة يمثل وينوب عن المجهز وعن السفينة وكيل الشحنة يمثل التجار المرسل إليهم البضاعة فإذن أنا إذا توفر عندي الإثنان عندي وكيل السفينة يستلم ضاع من ربان وكيل الشحنة يستلمها من وكيل السفينة فالمسألة إذن سهلة وبسيطة وتمضي بشكل سلس وبشكل منضبط لا مشكلة في الموضوع لكن المشكلة إذا تأخر وكيل الشحنة تظهر الآن مشكلة معينة أو إذا كان هنا لا يوجد وكيل السفينة موجد وكيل الشحنة لكن لم يجد شخص الذي يتطاوب معه أو يتناقش معه أو يستلم بضاعة منها أو ذلك ربما ربان موجود أو غير موجود مسمح له بالدخول أو غير مسمح له بالدخول ظروف كثيرة جداً يجب أن تكون حاضرة معنا فيما يتعلق بوكيل الشحنة بالإضافة إلى وكيل السفينة ومن هو وكيل الشحنة؟ دعونا نتعرف على وكيل الشحنة وكيل الشحنة وفقاً لتعريف المادة 170 في قانون التجارة البحرية أنه ينوب وكيل الشحنة عن أصحاب الشأن في تسلم البضاعة عند الوصول ودفع أجرة النقل إن كانت مستحقة كلها أو بعضها فهو إذن مكلف باستفلام البضاعة مكلف بدفع الأجرة إذا كانت مستحقة ولم تسلم من قبل وعلى وكيل الشحنة القيام بالإجراءات والتدابير التي يستلزم القانون المحافظة على حقوق أصحاب البضاعة من نقلها بشكل جيد، تخزينها، إخراجها من الميناء، استصدار الأوامر والموافقات اللازمة لإخراج هذه البضاعة حتى يتم استلامها بشكل نهائي وهناك فائدة مرجوة من وكيل وكيل السفينة هذه الفائدة تتعلق بدوره المباشر لأصحاب البضاعة لأنه سوف يوفر عليهم الوقت والجهد بدلاً أن يحضروا إلى الميناء ويتركوا عمالهم وإذا كيف يكون هناك وكيل لسفينة طيب هل يجوز أن يكون هناك وكيل للسفينة وكيل للشحنة؟ أكثر من شحنة وأكثر من سفينة؟ يعني يكون وكيل السفينة لأكثر من سفينة ووكيل الشحنة لأكثر من شحنة؟ الإجابة نعم لا مانع ما لم تتعارض المصالح أو يظهر أن هناك خلل في هذا الأمر إلا فالقايدة العامة أنه لا مانع أن يكون وكيل السفينة خاصة أن الرحلات البحرية تتفاوت مماعيدة وبالتالي تصل في هذا الأسبوع رحلة وممكن الرحلة الثانية تصل بعد سبوع أو أسبوعين وبالتالي يمكن التوفيق فيما بينها بشكل سلس وبشكل واضح ومنظم كما رأينا بالنسبة لوكيل السفينة يسمى أمين السفينة أيضاً وكيل الشحنة يسمى أحياناً أمين الشحنة أو أمين الحمولة أو وكيل الحمولة أو وكيل الشحنة كلها مترادفات وهي إهضار البضاء بالوقت المحدد وتسليمها لإذا والشان طيب هناك عقد يرتبط وكيل الشحنة به مع التجار المستفيدين من هذه الرضايا من ينوب عنهم وكيل الشحنة هو وكيل عن المرسل إليهم هذا العقد ينتج مجموعة من الآثار تتبلور هذه الآثار في مجموعة من الالتزامات التزامات تقع على التاجر المرسل إليه البضاء أو التجار والتزامات تقع على هذا الشخص الذي هو وكيل البحارة في هذه الرحلة البحرية الذي هو وكيل المرسل إليهم والذي هو وكيل الشحنة أما التزامات وكيل الشحنة فيمكن إجازة فيما يريه أنه يلتزم وكيل الشحنة بصفته وكيلاً عن المرسل إليه باستلام البضاعة لحسابه بعد تفريغها من السفينة ويتطلب تنفيذ هذا الإجراء قيام أجراء معين سماء أجراء الحمول أو غير ذلك كما يلتزم وكيل الشحنة في حال وجود ثلاث أو ما هو بضاعة يلتزم وكيل الشحنة باستلام البضاعة واستكمال الإجراءات المتعلقة بها وحفظها وترتيبها وجمركتها والقيام بكافة الإجراءات التي تترتب على استلامه لها ويلتزم كذلك في حال وجود تلف أو عجز في البضاعة أن يقوم بتوجيه التحفظات الخطية تحفظات خطية يعني برعاً خطابات خطية لوكيل السفينة أنه وصلت البضاعة وفيها النقص الفلاني بحيث أنه عندما يقوم وكيل الشحنة بإبلاغ التاج المرسل إليه البضاعة أيضاً سيكون هناك بلاغ لدى المجهز جاءه من قبل وكيل السفينة حتى تكون الصورة واضحة ويتم البحث عن مسؤولية هذه الأضرار أو التلف كما يلتزم وكيل الشحنة عند استلامي طابد فعجرة نقرية إذا كانت مستحقة قبل الموعد المحدد طيب نعم سؤال هل وكيل السفينة أو وكيل الشحنة ممكن يكون وكيل لأكثر من سفينة وكذلك وكيل الشحنة ممكن يكون وكيل لأكثر من تاجر وأكثر من شحنة هل هذا خاص لمالك واحد أو يجوز لأدة ملاك لا مان أن يكون لأدة ملاك يعني هو وكيل شحنة للتاجر ألف من الناس والتاجر الثاني السين من الناس ما في مشكلة وكيل السفينة نفس الكلام وكيل السفينة يملكها شخص وكيل سفينة نفس الشخص ممكن يكون وكيل السفينة لشخص آخر يعني ليس من المتصور في الحقيقة أن يكون هناك تعارض في المصالح إما بينهم لأنه ممكن يوفق ما بينها الشخص في حالات معينة أن تكون وكيلة لأكثر من شخص في نفس النشاط ويكون في تعارض مصلحة لكن هنا لا ممكن تلاقي هذا مكتب أو مؤسسة أو شركة خدمات أو شركة توكيل البحر هي اللي تقوم بهذه الأعمال وتستطيع التوفيق ما بينها لأن السفين تأتي بمواعد متفاوتة التجار أيضا يأتون بمواعد متفاوتة ويمكن أن يقوم بالدورة على أكمل وجه بدون أي نقص فيها لدينا أيضا شخص آخر من المهم أن نتعرف عليه وهو مقاول الشحن والتفريغ هذا الشخص دوره قد يكون في ميناء المغادرة وقد يكون في ميناء الوصول هذا الشخص يستلم البضاعة من وسائل النقل التي نقلتها إلى جوار السفينة دوره يقوم بشحنها على ظهر السفينة إذن عليه مسؤولية تتعلق بطريقة الشحن وبطريقة التحميل المحافظة عليها رصها تغليفها ترتيبها قد يكون هناك أكثر من تاجر وأكثر من سلعة وأكثر من بضاعة فيفرزها على حدة ويضع كل كمية على حدة مختلفة عن الأخرى وهذا ليس هل للتاجر أن يكون موجوداً بهذه الطريقة نفس وكيل الشحن ممكن أيضاً يكون عندنا وكيل تفريغ ممكن تقوم بالدورة إني معاً فهو في السفن المغادرة سيقوم بدوره في شحن بطاعة عليها وفي السفن الواصلة إن كان هذا الميناء يقبل المغادرة والوصول فيمكن أيضاً أن يكون هو وكيل تفريغ فيقوم بدوره أيضاً في تفريغ هذه البضاعة وتحميلها من على ظهر السفينة إلى الأرض لأن أثناء هذه العمليات الشحن والتفريغ قد تتلف هذه البضاعة وقد تتضرر وقد تصاب بأخطاء وأضرار تؤدي إلى لحاق خسارة كبيرة جداً بالتاجر تاجر ينتظر هذه البضاعة على أحر من الجمر لأنه يريد أن يبيعها حتى يحصل على المكاسب فإذا ما وصلت هذه البضاعة وفيها جزء تالف أو جزء أصبح متضرراً تضرر كبيراً يؤدي إلى نقص في القيمة فإنه عندما يأرضى على الجمهور للبيع سيجد نفسه متضرراً من ذلك تضرراً كبيراً إذا مقاول الشحن والتفريغ سيكون عقده بالنسبة لشحن مع التاجر المرسل وبالنسبة للتفريغ مع التاجر المستقبل أو مع مجهز السفينة وكذلك في الحال الأولى ممكن يكون مع التاجر المستقبل أو مع مجهز السفينة الضابط في هذا الأمر نتذكر ونعود قليلاً إلى الوراء في البيوع البحرية هذه البيوع البحرية التي يتم فيها تحديد مسؤولية الناقل البحري إذا كانت وفقاً للبيع الذي يتم فيه إخلاء مسؤولية البايع عند السفينة إذن سيكون الآن وكيل الشحن يتبع المشتري لأن دوره هو أن يحملها على ظهر السفينة وإذا كانت ضمن نظام البيع الذي ينتهي فيه دور البايع أن يضع البضاء على ظهر السفينة فسيكون وكيل الشحن دوره مع البايع وليس مع المشتري لأنه ما يزال البايع هو المسؤول عن هذه الخطوة مسؤولية مقاول الشحن والتفريغ يكون مقاول الشحن والتفريغ مسؤولية مسؤولية عقدية تجاه الطرف الذي تعاقد معه إما البايع أو المشتري بحسب الحال اللي شرحناه وبالتالي يستطيع الآخر المتااقم في حال وجود ضرر أو خطأ أن يرفع دعوة على مقاول الشحن نفترض أنه حدث أخطاع واختلالات معينة أدت إلى أدت إلى ثلاث في هذه البضاء على ضرر يستطيع مساءلته إذن وفقاً لقواعد المسؤولية العقدية أما الغير الذي قد يتضرر من هذا الشخص للأسباب أخرى لا تتعلق بتنفيذه العقد أو عدم تنفيذه العقد فإذا كان هناك ضرر ممكن أن يعودوا فيها إلى قواعد المسؤولية التقصيرية هناك فرق طبعات بينهما فمدام هناك عقد فالفكرة الأساسية هي وفقاً لقواعد المسؤولية العقدية أما الشخص البحري الرابع الذي يتعلق بهذا الأمر يعني الآن نمشي بالترتيب معهم عندنا وكيل السفينة وكيل الشحنة أو الأشخاص برية وكلهم لهم علاقة بالرحلة البحرية وبنشاط السفينة وكيل السفينة نعبة عن السفينة عن ضبان السفينة عن مجهل السفينة وكيل الشحنة أو وكيل البضاءة هو نائباً عن التاجر المرسل إليه البضاءة أو المشتري الذي يستفيد من هذه البضاءة وكيل الشحن والتفريق بحسب الرابطة العقدية بينه وبين الباعة والمشتري وفقاً لنظام البيع الذي تم وبالتالي قد يكون وكيل الباع والمشتري حسب الجهة المطلوب منها التحميل أو التنزيل من على ظهر الشحن أو التفريغ من على ظهر هذه السفينة ننتقل إلى شخص آخر من الأشخاص الذين هم دور أيضاً في الرحلة البحرية وهو وكيل العبور أو الترانزيت نحن نعرف أن الترانزيت هو المكان أو المنطقة التي تتوقف فيها السفينة لفترة مؤقتة هي ليست الغاية النهائية للجهة البحرية ولكن تتوقف السفن في مناطق الترانزيت إما لأغراض تتعلق ببضايا معينة تحميلها وتفريغها غير هذه البضاعة المقصودة لميناء آخر أو لأغراض تتعلق بذات السفينة أي أنه أغراض متعلقة بالصيانة أو التزود بالوقود أو التوفير لإحتياجات والمؤن اللازمة لاستثمال هذه الإحلام لأن السفينة تقطع المسافات الهائلة والأيام الطويلة والأشهر في رحلتها البحرية وبالتالي إذا كان طاقة تخزينية مثلا للوقود أو للنفط على ظهر هذه السفينة يمكن أن يكفيها لمدة شهر فربما تكون هذه الرحلة تحتاج إلى شهر إذن يمكنها أن تتزود خلال هذه الرحلة من خلال الوقوف من مناطق الترانزيت أو مناطق العبور يشمل من مناطق العبور التي تم من خلالها عبور المضايق أو عبور القنوات مثل قناة السويس أو غيرها ووكيل الترانزيت أو وكيل العبور في هذه الحالة له أيضا واجبات ومسؤوليات تختص بطبيعة المهمة المطلوبة منه فهو يقوم باستقبال البضاعة من شخص أرسلها إلى شخص آخر يعني دوره أنه في ميناء الترانزيت يستلمها بالبضاعة يقوم بشحنها على السفينة الأخرى توصلها إلى شخص آخر نفترض الآن أن البضاعة مرسلة من الهند يوجد سفينة واحدة ستمر عليهم جميعا لدينا أكثر من سفينة فإذا عادة ما تبحر السفينة مثلا إلى ميناء دبي أو ميناء عدن ثم منطقة الترانزيت هنا هذا وكيلة ترانزيت أو وكيل العبور بتحميلها على سفن مواصلة رحلتها إلى ميناء الإسكندرية لأن هذه السفينة أصلا لن تواصل وقد تكون هذه السفينة تطرت إلى الوقوف نتيجة لها أثناء رحلة السفينة أو أثناء العبور والوقوف يقوم بهذا الدور الشخص الآخر أو يمكن أن يكون الشخص الأخير في دراستنا هو ما يعرف بالسمسار البحري وعشان نعرف السمسار البحري يجب أن نتذكر تعريفنا للسمسار بالشكل عام العقد السمسار هو عقد توسط تجاري والسمسار هو شخص يقوم بدوره في التوفيق ما بين الآراء وما بين الأشخاص فهناك بائع هناك مشتري التوفيق فيما بينهما وليس وكيلا عن أحدهما لأنه لو كان وكيل لأحدهما فهو نوع من الوكالة قد تكون وكالة عادية أو وكالة تجارية أو وكالة بالعمل أو غير ذلك لكنه يقوم بالتوفيق فيما بينهم أو ببذل الجهد لإيصال الخدمة للطرف الآخر أو لعرضها وإبرامها مع طرف آخر فالسمسار يصح أن يكون وسيط فقط يوفق أو شخص يطلب منه أحدهما يعني مثلا في الأحوال البرية نقول السمسار البري هو الشخص الذي يطلب منه البائع أن يبحث له عن مشتري لبيته أو لبضاعته أو لسيارته أو غير ذلك سمسار أو يطلب المشتري منه أن يبحث له عن سيارة أو عن بيته وغير ذلك مدام يقوم بدوره في إطار السعي وليس في إطار الشراء فهذا سمسار عمل البحري أيضا سمسار البحري وسيط يقوم بالتقريب بين أطراف العقود البحرية إما بين بايع ومشتري أو بين ناقل وتاجر مستفيد من عملية الناقل نعم عفوا نحن في نهاية المخاضرة اليوم إن شاء الله نتجاوزه ونستطيع إن شاء الله في المحاضرات القادمة ننتهي من مشاكل الصوت تماما سيكون لدينا إن شاء الله على حلول أفضل إذن الوسيط البحري أو السمسار البحري يقوم بالتوفيق إما على مستوى السفينة أو على مستوى البضاعة أو على مستوى النقل فقد يكون شخص يريد أن يستأجر سفينة فيطلب من هذا السمسار أن يبحث له سفينة لاستأجارها أو لتحميل البضاعة عليها أو لإرسال البضاعة عليها وبالتالي فيقوم هذا الوسيط بدوره في التوفيق ما بين الآراء أو في البحث عن من يقوم بتوفير هذه الخدمة من الأشخاص عمما السمسار البحري هو في مركزه القانوني باختصار يعني كاد أن نكون وصلنا تقريبا إلى النهاية هو وسيط وليس وكيل لما نحكي عن مركز قانوني إذن هو وسيط وليس وكيل هناك فرق ما بين الوكيل والوسيط فلا نستطيع أن نطلب منه الأعمال المطلوبة من الوكيل أو نحمل مسؤولية الوكيل الوكيل عليه مسؤوليات تختلف عن السمسار البحري دور السمسار البحري ينتهي متى ما توافقت الإرادات المختلفة في إدرام هذا العقد خلاص قام بواجباته كاملة يستحق بذلك الحصول على العمولة أو على المبلغ المتفق عليه نتيجة القيام بهذا الدور إذن يسأل السمسار البحري في مواجهة عميله عن الخطأ عميله الذي طلب منه الخدمة الذي يكون البائع طلب منه يوفره مشتري أو الناقل طلب منه أو من يريد أن نقل أبحث عن ناقل أو المشتري يبحث له عن بائع وهكذا فدوره متعلق بهذا ويسأل في مواجهة العميل وفقاً لقواعد المسؤولية العقدية لأنه بينه بينه عقد بينه بينه اتفاق في حال الضرر الذي يتسبب به خطأ وقع من قبل السمسار فإن السمسار مسؤول عن هذا الضرر الذي لحق بالشخص من أمثلة الخطأ في هذا المجال إخفاء السمسار البحري بعض المعلومات الجوهرية بحث له فعلاً عن مشتري لكن ما أعطاه المعلومات التفصيلي عن حالة السفينة أو عن المشاكل على السفينة أو غير ذلك إذن هذا الضرر الضرر به التاجر حملنا البضاء على ظهر السفينة لكن لم تصل هذه في موعدها وهذا الضرر نتيجة للتأخير يلحق بالتاجر ضرر كبير جداً هذا الضرر على حساب الوقت والغرامات التي قد يتحملها إذن هذا الخطأ الذي وقع فيه السمسار ستسبب ضرر نتيجة لإخفائه المعلومات وبالتالي أيضاً نتج عنه بشكل مباشر مسؤولية تجاه هذا الشخص ويستطيع مطالبة الآن بالتعويض عن هذه الأذرار إذن باختصار الآن إجمالاً الأشخاص البريون هم وكيل السفينة وكيل الشحنة ووكيل الشحن والتفريغ وكيل الترانزيت أو العبور والسمسار البحري خمسة أشخاص بريون قبلها تحدثنا بشكل عام أيضاً وحاولنا أيضاً نركز بشكل مركز على الأشخاص البحريون اللي هم مالك السفينة ومجهزها والربان والبحارة والملاحين وكافة المستخدمين بهذا بنكون تحدثنا بشكل عام عن أشخاص الملاحة البحرية أشخاص الملاحة البحرية سواء من هم على متن السفينة دورهم وعملهم على ظهر السفينة أو من كان متنهم على الأرض في الميناء سواء ميناء المغادرة أو ميناء الوصول كلهم نعتبرهم أشخاص الملاحة البحرية لأن وظيفتهم الرئيسي تتعلق بالرحلة البحرية عملهم كله ينصب على هذه الرحلة البحرية جهودهم كلها تتجه الإنجاح هذه الرحلة البحرية البحرية وبالتالي هي تتكامل هذه الجهود وتتضافر لكي تنجح رحلة السفينة وتؤدي تثمرتها في هذا المقام وتصل إلى الغاية المطلوبة منها يعني مع نهاية هذه الوحدة هي وحدتين اليوم يعني شرحناهم بشكل موجز لأن أشخاص الملاحة البحرية بنتناولها في وحدتين بنهاية هذا الإيجاز يعني هنا كان الشاط وأسد تقويم ذاتي وخلاص أتمنى الإطلاع عليها والاستفادة منها سنبدأ الأسبوع القادم في القسم الثاني وهو القانون الجوي لأن المادة مكونة من قانونين قسم قانون البحري قسم القانون الجوي والجامعات تختلف في تناولها لهذا الموضوعات هناك جامعات تأخذ كل واحد منهما مادة مستقلة جامعات لا تدمجهم كما هو الحال لدينا يعني هذا أمر موجود في كثير من الجامعات تعتبرها مادة واحدة لأن في أحكام مشتركة وذلك أجلنا دراسة بعض الأحكام لما القانون الجوي لأنه في أحكام ستكون مكررة لو درسناها الآن وعادناها في الجوي ستكون مكررة تفضلي سؤالك طبعا أنا أشكرك شكر جزيل على حضورك ومتابعتك واستمرارك إلى الأخير شكرا لك تفضلي السؤال وكيل الترانزيت يعتبر شخص بري غير مرتبط لا بمالك السفينة ولا التجار لا لا يرتبطهم ليش لأنه هو وكيل تاجر أصلا يعني أنا بضرب المثال الآن بوكيل ترانزيت موجود في ميناء وسيط ما بين ميناءين في بضاعة مرسلة من الميناء رقم واحد إلى الميناء رقم الثلاثة تمر عبر الميناء رقم الثنين ليس من خلال ذات السفينة أرسلنا شحنة بحرية بضاعة من الميناء الأول إلى نقصد الميناء الثالث لكن هذه السفينة ستصل فقط إلى الميناء الثنين إذن أنا الآن كتاجر سأتعاقد مع طرفين طرف الأول سفينة في البداية تنقلها إلى الميناء رقم الثنين لأنه أصلا السفينة لنتصل وأتفق مع وكيل الشحن مع وكيل الترانزيت أو وكيل العقور أن يتعاقد نيابة عني مع سفينة أخرى توصلها إلى الميناء رقم ثلاثة أو إذا أنا تعاقدت مع السفينتين كون الان وسائل اتصال تتحدي هذا الأمر يمكن أن أتعاقد مع السفينتين لكن أنا محتاج شخص في النص يستلم من السفينة الأولى ويحرص على استلام البضاعة مكتملة ثم يوصلها إلى السفينة الثانية وهو إذن من أشخاص الملاحة البحرية ودور أساسي هل وصلت الإجابة؟ نعم شكرا جزيلا إذن في ختام لقاءنا اليوم الذي يتجدد بإذن الله تعالى في الأسقوى القادم في نفس الوقت مع القسم الثاني من مادة القانون البحري والقانون الجوي نتمنى أن يكلل بالفائدة والمعلومات النافعة لكم أعزائي الطلبة والطالبات ونلتقي في ذات الموعد بإذن الله تبارك وتعالى آملا أن يتم قراءة الموضوعات الخاصة بالوحدة الأولى والثانية في القانون الجوي حتى نتمكن من السير فيها حسب الوقت المتاح لنا وآمل أيضا من أعزائي الطلبة والطالبات الذين لم يتسنى لهم حضور اللقاء التعليمي اليوم لمشاكل ترتبط بالإنترنت كما هو ملاحظ أن يستمعوا لهذه المنحاضرة المسجلة ويستفيدوا مما ورد فيها من شرح وأي سؤال لديكم جميعا من حضر ومن لم يحضر يمكن إرساله من خلال الأستاذ رمزي منسق اللقاءات التعليمية الذي يبدو الجهد طيبا فالله جزيل الشكر وللجامعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة